ضيف اليوم في حلقة خاصة من برنامج بلا فواصل مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت فاديم زايتشوكوف أهلا وسهلا فيك السباح الخير السباح الخير مسلمين أعزائي أهلا وسهلا فيك هاي الحلقة الخاصة مثل ما قلت هي حلقة استثنائية مخصصة للحديث عن التعليم في موسكو في روسيا بالإضافة إلى المنح التي يقدمها المركز الثقافي الروسي للطلاب اللبنانيين الحديث أيضا عن الاختصاصات في الجامعات الروسية ودور المركز الثقافي الروسي بداية رح أبدأ معك أنه بالـ 2021 يحتفل المركز الثقافي الروسي في بيروت بمرور أربعين عاما على تأسيسه في لبنان إذا بدك تحكينا بلمحة عاما ولو مختصرة ماذا فعل المركز الثقافي الروسي ما هي إنجازاته وماذا حقق في لبنان وتحديدا فيما يتصل بالطلاب اللبنانيين صحيح هذا الأمن نحنا نحطفل مرور أربعين عاما على افتتاح مركز الثقافي الروسي في بيروت في مينتك верدان في شاريت رشيد كرامح المركز الثقافي الروسي في بيروت was ه здесь أحد المركز كان بمجتمع المتطف المعروف لجميع السكان بيروت فأغلبية سينما يعني مسرح في بيروت كانت مغلقة كانت فقط مركز ساكافيروسي ما مسرح ما سينما ما دورات مفتوح وشغال و يعني ناس كتير كانت بزور مركز و هو كانت مركزا يعني جامع كل ناس كل التواف و كل مختمين في فنون في ثقافة مختلفة فباستمرار كانت لبنانيين بعملوا عندنا خفالات موسيقية مثل زياد رغباني يعني في ناس كتير يعني الآن مشهورين في لبنان كانوا بعملوا عندنا خفالات في مصرح كانت بعملوا معارض عندنا في كالمعارض كبير ف يعني تاريخ مركز ساكافيروسي أو مركز ساكافيروسي في لبنان يعود كمان إلى أم 1950 عندما تمت افتتاح أول مركز بس كانت في مكان مؤجر بس يعني نقل مرتين بعدين تمت افتتاح مركز في بيردان المركز الرئيسي في بيردان في بيردان طبعا توجد بعض الفروق اللي مركز ساكافيروسي توجد عندنا تسا فروق في مناطق مختلفة ولكن هذه الفروق يعني هير حكومية يعني نحن نسمى هذا المركز ساكافية لبنانية روسية ففيها دورات له روسية فيها نشاطات بالي راسم موسيقى ويعني طبعا إذا نرجع إلى موضوع التعاون بين الدولتين في مجال تعليم آلي والتربية هو أبرز اهتمام المركز الثقافي الروسي التعليم بين لبنان وموسكو؟ يعني جزء كبير من الشغل أكيد إذا نحكي عن النشاطات مركز في عندنا شغل مهم طبعا ما جالية روسية في لبنان وغازل جزء في موضوع تاليم لغة روسية وانتشار لغة روسية في لبنان برامج تاليمية تجد عندنا كتير برامج تاليمية بالي جنباس موسيقى راس كتير من النشاطات المختلفة وإيجي عندنا أطفال كتير من أيلات لبنانية يمارسوا عندنا كل نشاطات تكافية هذا الشغل مهم كتربية أطفال ويعني كل نشاطات تكافية واجتماعية فنحن كمان كريبا في أم وقت واششرين نحب نفتخ في مركز مكان خاص ومجال لكووركين هذا الكلمة انجليزية يعني معناته ممكن كل لبناني بيجي عندنا وبعمل عندنا نشاطات تكافية اقتصادية اجتماعات مجانا بدون مكابل بس تكون هذا المكان يعني خرج الموضوع سياسة وأديان يعني كل مهتمين في موضوع مثلا في مؤسسة أو شباب يحبوا بعملوا اجتماع أو معتمر ما عندهم مجال يعني مكان لازم بيأجروا مكان أو يتفقوا مع مؤسسة تانية ممكن يجوا عندنا للمركز وبعملوا اجتماعوا معتمر طبعهم حتى نحن ممكن نشارك مركز تكافي روسي أو نشوف لهم شركاء من الروسية في عندنا شبكة أكثر من ثلاثة ملايين خبراء في مجالات مختلفة في اكتساط في تجارة في فنون في علم في علوم مختلفة في روسيا فنحب نحن نعمل مكان لي كوفوركن هذا تكون يعني بعد المرورة أربعين أمن نحن فتحنا هيك مكان لي يخدم كله واتن يساعد لك نعم يساعد تكون مصافة أربمائة متر تكون فيها يعني كام التمرات تكون فيها هورف لاجتماعات طولات مدورة فتكون مكان كتير جميل إن شاء الله وهذا اللي تكون كمان جزء من الشغل وتبعا هي تجهز هذا العام نحن نجاح هذا المكان نعم وعلاكات تربوية بين بلدين تأوت إلى كرن التستاشر النص تاني من نهاية كرن التستاشر عندما تمت افتتاح مدارس موسكوبية في لبنان فهي كانت مدارس طبعين لجميع أرتدوكسي امبراطرية روسيا كانت مفتوحة في منتك أكثر من 50 مدرسة وكانت فيها تعليم مجانا لكل الناس وكانت مساعدة كبيرة يعني قبل كل شيء طبعا لمسيحيين بعدين تراجع هذا التعاون على الصعيد نحن الآن على صعيد الداخل اللبناني تراجع مودي قبل ما أحكي عن الطلاب وسخر إلى موسكوب بس أكر أن هذه المدارس بسبب بداية حرب الألمية الأولى لبنان كانت أرادة مختلفة طبعا تركيا وعندما دخلت الانتداب الفرنسي نعم يعني سكروا هذه المدارس طبعا هناك افتمام كبير حتى نعمل في المستقبل مدارس روسية لبنانية لكن لم يتم إحياء هذا التعاون بعد الانتهاء بعد الاستقلال وإلى ما هنالك أو في السنوات الماضية نحن ممكن نحكي يعني كل فترة فيها تعاون معين يعني خلال الامبروتورية الروسية كانت تعاون في التربية كانت مدارس مجانية بعضين بعض الثورة بالشبية في روسيا وبعض انتهاء الحرب الألمية الثانية واستقلال لبنان يعني صارت الاتحاد السويتي يقدم من اغزراسية روسية لتعليم لبنانيين في روسيا أنا فديحكي عن هذه النقطة بس اليوم بهذا التوقيت يمكن الوضع بلبنان هل يتطلب أن يتم إحياء هذا التعاون التربوي يعني عم نشوف مدارس مدعومة إذا فيني أقول يعني المدارس الفرنكوفونية المدعومة من فرنسا على سبيل المثال ممكن أن نجد في السنوات المقبلة أن تعود روسيا إلى أحياء هذا التعاون التربوي والتركيز على بعض المدارس يعني ممكن بس هذا الأمل يحتاج إتفاقيات على مستوى دولتين حتى تكون مسموخ وطرخيز حزل برامج يعني في قنون لبناني ما بسمحة إفتتاح مدارس لازم تكون ترخيز وبيشاكل أم غلبية مدارس حديثة بفتحه تكون في لبنان مدرس 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 روسيا لبنانية يعني نزام تربوي في روسيا في الاتحاد السويت كانت على إزال كتير كوي في نفس الوقت في لبنان طبعا نزام تاليمي أو تربوي كتير جيت وعندما يعني الطلاب لبنانيين كطلاب جانب يدرس في روسيا يعني ما تكون عندهم مشاكل ودائما أستيس يعني مبسوطين منهم ويرحبوا في روسيا هون بدي أسألك فيما يتعلق بالطلاب اللبنانيين وتقديم المنح يعني نحن اليوم هلأ بوقت يفترض بالطلاب الراغبين بالدراسة في موسكو يقدموا طلابات حيال هذا أكيد أكيد يعني مركز تكافي روسيا دائما بس يعني من أفضل روسيا يقدم ليس مركز تكافي روسيا يعني تقدم حكومة روسيا نعم عبر المركز عبر مركز تكافي روسيا في العالم يعني روسيا تقدم 18 ألف من حكومة روسيا لكل العالم وخلال ثلاثة سنوات حكومة تريد تزيد هذا الأدد لثلاثين ألف من حكومة أبي بيت لعلى اللبنانيين من حكومة روسيا لهذه السنة لسا لا أعرف أدد بالزابط لا لم يوصل لسا هذه المؤلمات لينا ولكن سنة مادة كانت مئة واشرة من حكومة فهذا الأدد جيد وخلال إختيار تنافسي نحن نستطيع نختار أكوا طلاب من اللبنان فكبل كل شيء يجب القول هذا الإختيار تنافسي بدون وستاد بدون مجاني مجاني من حنية مجانية بدون مكابل مساري مركس تكافي روسي ما يطلب شيء عن التجيل أو مشاركة في مسابقة وإختيار تنافسي ومركس تكافي روسي لا يتعمل مع أي مؤسسات لبنانية أو شركات أو مكاتب في مجال تقديم منه ومنذ فترة طويلة سارت تعود لبنانيين لأنه ممكن على تريك مكاتب وهيك بدابرو منها جرسيا روسيا ومنذ سنتين ثلاثة فلا يستطيع أن يحصل منها على تريك مكتب خيزب أو مؤسسة يعني نحن نختار طلاب فقط على تريك مصابقة مفتوحة إختيار تنافسي وطبع قبل كل شيء طالب لازم يعمل تجيل على موقع الإلكتروني educationinrussia.com يعني بعدين طلاب ممكن بفوتوا طلاب مختمن في مفضوه ممكن بفوتوا صفحة طبعاتنا لمركس ستادي نرى شفر ليبانيس هي كتير سامية إذا ما نرجع عن عيد الأسماء نعم نعم فالمهم يعني كل طلاب مختمن في موضوع لازم يعمل تجيل على هذا الموقع في فترة بين 20 قانون الثاني إلى 20 شباط يعني بلشنا بلشنا وفقط جد شهر وطلاب لازم يعمل تجيل على مفضوط يعمل كل شيء فيها كل مؤلمات شخصية كل شيء مطلوب فيها ولازم يخد فيها صور لمستندات تعليمية يعني شهادة شهادة الجماعية جمعية شهادة سنوية وكشف علامات يعني شهادة سنوية أو كشف علامات نعم من المدرسة يعني ما في توجيء إفادة نعم إفادة من المدرسة ما كشف علامات هذا المهم نحن نختار على أساس علامات وكما نحن نحتاج صورة لجواز صفر هذا الطالب وصلاحات جواز صفر لازم تكون سنتين بسبب إصدار فيزا للطالب لمدة سنة عندما هو بفوت لروسيا بسهو لازم سافر لروسيا في شهر 10 بهذا السبب نحن نطلب الآن تكون سلحة جواز صفر سنة تكون لديه وقت بعد انتهاء التشيير تجديد تشير أو يخص الكام أو بعمل إجراءات اللازمة بهذا السبب نحن نطلب الآن تكون سلحة جواز صفر سنتين طبعا الآن لبنان مغلق بسبب كورونا نحن 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 ننتظر طلاب مفيش مشكلة ولكن طلاب لازم يعملوا تسجيل الآن وبعضين بيضيفوا أوراق اللازمة بس بيفتح اللبنان بيروخوا بيعملوا كل شيء أوراق مطلوبة بيكملوا تسجيل يعني اليوم يتقلون أن يسجلوا الأسامة بانتظار أن يفتح البلد ويجيبوا سواء الإفادات من المدارس أو الإفادة الجماعية ويكملوا تسجيل الآن بس مهم يبالي الشؤال الآن في أبليكيشن يجب أن يخذ بعض الطلاب عندهم جوازات صفر موجودة ممكن معهم موجودة أوراق تاليمية فأزل بالنسبة الأوراق اللي مطلوبة كمان في أوراق إدافية عن الإنجازات الشخصية للتالب نحن نختار كيف نحن نختار طلاب أول خطوة هذا التسجيل على موقع الإلكتروني ولازم طالب كامل تسجيل على يعني لازم بعمل كل شيء مزبوط حتى نحن نستطيع نعمل يعني بروف لأزل أبليكيشن بعدين تقريبا قبل أشرات مارس قبل أشرات شهر تلات نحن لازم نبعط دعوة لأزل طالب لمقابلة في زوم فماركس تكا في روسيا يعمل لجنة لإختيار طلاب ولجنة يدوم من الموظفين ماركس تكا في روسيا في بيروت جبل المسين من السفارة روسيا فممصلي أكثر من أشرة جمعات روسيا فهذا الفريق عمل بعمل إنترهيو مع الطلاب يعني كل إنترهيو تقريبا خمسة أو أشرة دقائق وخلاء الإنترهيو نحن نتحدث مع الطلاب ونحن نتحدث مع الطلاب ونحن نتحدث مع التخصص ونفهم لماذا هذا الطالب يريد أن يدرس في روسيا وماذا يعرف عن روسيا وماذا يعرف عن علم مثلا يريد أن يدرس فيها هذه المعلمات ليست تست يعني هذا المقابلة في إنترهيو فبعدين نحن ندرس علمات عنده في شهادة فنخط كل المعلمات على لست في إكسيل ميكروسوفت إكسيل فنختار طالب ليست بالإسم نختار حسب الناتج عنده علمات نهاية ففي كمان معير إدافية إنجزات شخصية بسي جواب مستوى تاليمية في ماءير معينة فنخط في ممكين يخطر أي مستوى تاليمية هو يحيب بسي جواب مستوى إجازه ويختصص ويختصص عزلنزم سوية كذين يدرس في هزلنزم عالان طيب في روسيا ويجريد أن يدرس في ديپلوم ترجمة نانسي قنقر 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 مساحة أكبر من اللبنان كله كم مساحة لبنان فبعض المناتك فدرالية روسية أكبر من كله أوروبا غربية بيهاز السبب توجد عندنا عدد جميات كتير في روسيا ومودن كتير يعني الآن نحب أكي كيف طالب يستطيع يختار جامع على طريق مزبوط يعني أخليبية طلاب لبنانين يعرفو حادن من المسال من العائلة ومن العزدقاء حادن درس في روسيا في جامعة موآينا في وقت لتحادة السويت وابعدين وهو يحب يدرس في نفس ال جامعة أزل مهم ولكن أزل يعني مودايمان أزل يعني مانتك يعني في سيستم في ويبسائت تبعاتنا ادكيشن راشي دمك يعني طالب يستطيع بفتح ملافت بجامعة مهي جامعة ويشين في ماير تسنيف جامعة دمنا جامعة روسيا في تسنيف ألمي قس رانكينغ في تايمز رانكينغ في شانحي رانكينغ قسر تلات أميز رانكينغ في العالم في كمان في روسيا حسب لتفسنيف جامعة تجامعة موسكو و جامعة ساند بسر بورغ وقم بأكبر جامعة وقم بجامعة روسيا موجودة ربان دمنا ميت اخسن جامعة في العالم في تحت جامعة موسكو و جامعة ساند بسر بورغ توجد أشرت جامعة فديرالية موجودة في أغلبية مناتك فديرالية روسيا تامات لفتتاحة منذ أشرت سنوات و يعني كبر جامعة مثلا كانت خمسا سيط ساب جامعة كبرو يعني كانت بتاوحد دوم هزيل جامعة وعمل جامعة كبيرة وكوية و يعني في زارة تاليم علي روسيا كانت تتفى مزانية كبيرة لتطفير جامعة فإذا في اسم جامعة يعني موجودة كلمة فديرالية جامعة فديرالية هذا الكتير مهم يعني منات جامعة على مستوى كتير آلي بعدين تحت الجامعة الفديرالية توجد جامعة الإلمية فمنها أدت كتير من الجمعات جمعات المية يعني منات جزء كبير من الجامعة و نية الجامعة كمان تطوير أولوم في روسيا في روسيا توجد أكاديمية أولوم روسيا لحالة فيها ألف وخمسمية مؤسسة ومعاهد و هذا الشيء تاني ولكن يعني في تطوير أولوم في روسيا تل أبدور مهم كمان جامعة روسيا والتواجهة حالي عند الحكومة روسية ووزارة تعليم أولوم روسيا في تطوير جامعات في اتجاه أولوم ومدارس المية و إنشاء مشاريع مشتركة بين مؤسسات التجارية كبيرة و جامعة روسيا مع أقسام المية وهذا مهم جدا طيب تفضل فهذا بشكل قام مواطن الجامعة بس اليوم المواطن اللي بناني الطالب وقت اليوم بشو بتنصحه يعني بالاختصاصات خاصة إنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سوء العمل اللي بيتغير بين سنة يعني إذا منا نقول ما منا نقول بين سنة و سنة يمكن بين خمس سنين بين عشرة سنين و أخرى أكيد يعني كأدى أكتر شيء مطلوب في روسيا أو أكتر شيء طلاب بدأ درس الطب في روسيا ولكن وصلت أدت الطباء في لبنان إلى أدت كبير وصارت على واحد طبيب لبناني أشرت مرضى لبنانيين بالمكرنة مع دول تاني فيها اليوم الطب مستوى دراسة الطب في موسكو في روسيا في روسيا بشكل عام أدى يعني نسبة إذا منا نقول تطور هذه الدراسة في روسيا لأنه إذا منا نرجع للسنوات الماضية كان يعتبر أنه اللي بيسافر على دول الأوروبية يعني على فرنسا أو إسبانيا أو على الولايات المتحدة اللي يدرس طب يعني عندما يعود إلى لبنان هو الأوفر حظا في المستشفيات اللبنانية اليوم أدى يتطور هذه الدراسة؟ نحن نحن الآن ليست على مستوى تعلمية نحن هذه المشكلة السياسية يعني كانت يقبل أكثر من الخارجين الجمعات الغربية بسبب سياسة وليست بسبب حبرة أو مستوى تعلمية عند التالب وكانت يعني وضع خارجين جمعات صفيتية أصعب ومن الوضع خارجين جمعات الغربية ولكن خلالت صنوات الأمل هم سارت تيرم بطمئزين في لبنان مثلا وزير صحة لبنان في لبنان حالي وخارجي روسيا نعم رئيس جامي لبنانية دكتور فوات أيوب وهو طبيب طبيب أصنان وفي عندهم تحصص في نسيدك أخي بالعربي بس يعني حتى الموجود عندنا في كتب دراسية روسية مثل فوات أيوب يعني طلاب الروس الآن في مدارس يدرسوا شو كتبت دكتور فوات أيوب كمان أبحاث موجودة ومعروفة في روسيا فأصلا نحك نحن أول شيء في سياسة يعني إذا نحن نتفرج في أول أمليات يعني نحن بس من أن أكد للطالب اللبناني أنه أنت إذا رحت على روسيا ما بيعني أنه روسيا بتاخد الطالب اللبناني ولو كانت علاماته متدنية لا نحن مثلا سارة ماذا نحن أحدنا طلاب للطيب كانت مؤادل فوق 17 نحن أكتر من 60 طالب لدراسة الطيب مع مؤادل فوق 17 يعني كانت منافسة بين 17 و 17 عندها ويعني كانت فرق يعني في المئة هذه الأعداد بتاخدوها من كل المناطق اللبنانية بتلاقيوا أنه تقريبا كل المناطق هي متشجعة للذهاب إلى التخصص يعني لا بس تاريخيا طبعا كانت بسافر كتير من البكاء من الجنوب من بيروت وآلآن سارة يعني كل يوخيب الآن ناس بفكروا على تاريخ تاني بفكروا عن المكنيات تاليمية المستوى تاليمية أوكي كمو كارنا مثلا أنا دائمون نحن كماركستاكافي روسيا نعمل برنامج إكسبور توبراشن الانيورسيتيس إن راشا وزراشن كالكشل سنتر إن بيروت يعني كل أسبوعين نحن على تاريخ زوم وفيسبوك لايف نزور جامعة روسيا ونعمل انتريو مع طلاب العرب يدرس في هذا الجامعة ونتفرج للجامعة بالكاميرات والتلفونات وبرنامج كتير ممتع للطلاب بكرة في عندنا برنامج ما جامعة تومسك الحكومية أنا دائمون بعمل مكارنة يعني جامعة ما جامعة الأمريكية في بيروت يتعتبر من أكفا جامعة في شارك الأوسط صحيح؟ يعني ما تصنيف ألمي في قس رنكين عنده يعني شين كاريب مئتين وستين مئتين وخمس وستين شين زهي تاريباً جامعة تومسك مبجودة في تصنيف ألمي مئتين وخمسين يعني جامعة تومسك عندهم كتير انجازات المئة موجودة عملين بطارية نووية ممكن اشتغل ليزر بسانو أكمار صنعية يعني كتير انجازات المئة تقنيية عندهم يعني اشتغل فيها حزين على جايزة نوبل فجامعة كتير كوية معروفة في العلم فتكلفت دراسة في هذه الجامعة إذا دراسة ماتفوة بالش من الفين خمسمية ألف دولار في سانة الفين خمسمية ألف ديش دراسة في جامعة أمركية في خدود عشرين ألف ولكن أنا لم أقرأ شيئا عن الإنجازات المئة كبيرة لم أقرأ شيئا عن الإنجازات عن الأكمار الصنعية عن تخنولوجية متة توافرة مافي هذا الموضوع ممكن موضوع السياسة فالآن طلاب يختاروا يعني لمستقبل جميعات والتخصصات مطلوبة تكون مطلوبة في مستقبل هني عم بتقلي أنه هني عم بيروحوا تقريبا على الطب وصار فيه كثير أطبها في لبنان يعني هني تاريخين ولكن الآن في ناس بفكروا على تاريخ تاني في ناس بيحبوا يدرسوا الطاقة النووية في ناس يحبوا يدرسوا هندس النفطية وتخصصات تانية مثلا بس سوء العمل اليوم شو بيفرض على الطالب أنه لوين يروح حتى الطيب في مستقبل تكون متغير مثلا أردت على الطيب الكة يوجد مستقبل ويوجد مستقبل في أطلب النقائق ويوجد في مستقبل ويوجد مستقبل يعني عام 2020 غيرت كل سوك العمل صارت غلبية ناس اللي كانوا يشتغل في انترنت كانت شركات صغيرة تجارة انلاين أو قدامات علمية انلايك رفحوا كتير ويعني غيرت سوك العمل تماما ومشارية كانت موجودة الآن ومسلم ما في فايدة منهم فأنا ظنو أخسن شين وأخسن ناس يعني أخسن طلاب والخبراء الآن إذا دارسه ليس التخصص واخد دارسه تخصص يتني التخصص أول شين دارسه شين فيزياء بيولوجيا بيوتехنولوجيا ربطة تيخنكس أو شين ذهك في مستوى بجرال ديگري وبعضين مجر ديگري عملين في اكتصاد في امبئي في تجارة فهزل اتني تخصص تسمح لي شغل في مستقبل وطبعا من مميزات على ببسايت طبعاتنا فهزل ببسايت جديد ياني هو لسا مشغل ياني ميا في الميا قولم كنيات فيها ولكن في مستقبل تكون فيها حتى مجال لباحث عمل لطلاب فسان مادة سامحت روسيا مجلس آيان روسيا دوما أحد قامت بي كانون جديد وسامه عمل لأجانب عمل لطلاب الأجانب يعني في المادة كانت غير مسموخ لطالب أمل على الفترة الدراسة بسبب كانت عنده تأشيرة دراسة وهو لم يستطعو يشتغل فيها والآن طالب يستطيعو يشتغل على طريق راسمي يستطيعو يشتغل في الجامعة يستطيعو يشتغل في شركات الروسية ويشتغل في الجامعة ويشتغل في الجامعة الآن نحن نعيش في فترة أزمة اقتصادية في لبنان وأكيد عندما طالب سافر لروسيا يعني أول سانهو يشتغل أول سانهو يشتغل يدرس لغة روسيا لفكرة دراسة في روسيا توجد بلغة روسيا إنجليزيا إسبانيا فرانسيا ولكن على حساب حكومة روسيا دراسة فقط بلغة روسيا وأول سانه طالب يدرس لغة روسيا نحن نصام هزل كلية تقديرية أو كلية لغة روسيا وبعدين ما طالب الروس هو يبدأ دراسة في صف أول بس أنت عم بتقول هي مناح مع السكن مع السكن والطالب تذكر تيران وتامين صحي يعني تقريبا في حدود مية ومية وخمسين دولار في سنة تامين صحي أظنك حتى أرخص ممكن من لبنان وتامين كامل وكمان طالب يخصل راتب ليست كبير على نفس المستوى كالطالب روسي وراتب بسيط ممكن تلاتين أو أربين دولار في شهر ولكن هلا إذا بصرفهم بلبنان كنا بس أكيد بس في نفس الوقت أغلبية جميات روسيا أغلبية جميات أغلبية جميات يستطيع تقريبا في غدو يتاشا في لبنان وطالب لبناني في روسيا في جميات الفجرية يستطيع تقريبا في دولار أو دولارين فهذا كمان مفيد كمان طالب هو يخصل يعني كارت يعني بس مع هذا البس هو يستطيع استخدم كل يعني ناكل ناكل في مثلا في مدينة مترو بسات نا كل شيء وهو يدفع في حدود لا عرف كام بزبط ممكن خمسة أو ستة دولارات في شهر لغز البس وأستطيع استخدم كل شيء مجان بعد ذلك وكمان في خصومات كبيرة وفرق كبيرة بين أسأر في كل متاحف وفي روسيا هذا كتير من المتاحف وكمان هذا جزء مهم يعني جزء كبير من الحياة يجب أن يزور كل شيء تفرج على كل مناطق أثرية في مدينة وأنا أظن يعني فترة حياة لكل إنسان فترة طلبية هي أخلة فترة في حلال حياة إنسان فعندما طالب يعيش في دولة كبيرة دولة أجنبية يعني لازم يزور كل مناطق يعني تفرج على كل شيء يعني يعني عند البعض الطلاب دائما يوجد خوف بالنسبة للجاو في روسيا يعني عندكم بارد عندكم تلش كيف يعيشوا فا بصراحة هذه يعني ما فيهون مشكلة كبيرة أول شيء كل بيوت في روسيا كل الشوك تجد مكيفة لا تطفية مركزية لا تطفية مركزية لا تطفية مركزية لا تطفية مركزية لا تطفية موجودة من البلدية في الشيطة وفي السيف وإذا درجة خرارة أكل من ما بتطع الكهرباء مثل هون ما بتطع الكهرباء لا يعني ممكن بيطع كهرباء إذا في هيك شيء أطل لا يعني 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 في موسكو أفضل التدفية في موسكو أفضل أنا ما بتطع الكهرباء لأ تطفية م لا ح 첫انة الزل ألف يعني يعني ما في بيضع إذا درجة حرارة في الشاكة أكال منتني واشرين هل تستطيع أنتم كا سكان بيروت تعملوا شاكوا لبلادية إذا عندكم درجة حرارة في بيت أكال منتني واشرين في الشيطة لا يعني ما في برود وكل نقل في مدن بيوت ساكن كل الشيء جميعا جاو كتير دافي فيها يعني مش لازم يلبسوا ملايبس كتير ممكن يلبسوا تيشورت في جوة في جامعة في شعرها طبعا يزي منطبخ على ملايبس شيتوية فبصراحة يعني مش كل وقت طالبوا خرج الجامعة أو بيت يعني هيك مساء ساتين تماش بروح محل يلبس ملايبس شيتوية ما في اي مشاكل وفي سيف طبعا درجة حرارة بفصل بعد المناطق اللي خمسين فوق صفر يعني روسيا كتير كبيرة يعني توجد بعد المناطق ما جاو قريب لي لبنان وبعد المناطق ما فرق بين درجة حرارة في شيتو وفي صيف شيء تمانين درجة فروسيا كتير كبيرة وكل طالب استطيع اختار منتك بس هون في ما يتعلق ما ليش لو بدي ضوي على النقطة وقت صارت اتأزمة الدولار في لبنان في كتير من الطلاب تم الإضاءة عليهم انه هني ما عندهم أماكن سكن يعني وانه يمكن يفلوا من الأماكن السكن اللي عادين فيها وفي أزمة كورونا في روسيا وإلى ما هونالك إذا ما دفعوا إذا ما ارسلوا أهليهم الأموال لإلهم وحضرتك عم بتقلي أنه المنح هي أيضا تضم السكن الجامعي هذا فقط للمنح للمنح أما الذي يريد أن يذهب إلى موسكو للتعلم في الجامعات بعيدا عن المنح السكن عليه أوكي أنا أخي في أسأر دراسة مضفوة في روسيا ما هي أسأر يعني أول شيء وزارة التعليم علي روسيا هي تحدث أسأر لجامعات الحكومية فلا تستطيع جامعات أنا عم بحكي عن السكن قديت تتم تضخيم الموضوع أنه هنا أنا باتكي فكرة كاملة يعني وزارة هي تحدث أسأر في نفس الوقت وزارة هي تماول جامعات روسيا حكومية بهذا السبب أسأر في جامعات روسيا يعني ليست كتير آلة يعني أغلى شيء 28000 دولار هذا في الموسكو في جامعات بعد الجامعات الغالية بس بشاك بشاك الأم يعني دراسة ببالش من 2500 ألف دولار وساكن بشاك الأم يعني تقريبا 20 دولار في شهر 20-30 دولار في شهر بكتير هذا الأغلبية الجامعات طبعا في موسكو في بعض الجامعات ممكن تكون ساكن 200 دولار ولكن هذا الكي استثناءات بشاك الأم في جامعات روسيا كبيرة جامعات الفيدرالية ساكن 20-20 دولار في شهر هذا ليست مبلغ كبير كبير هذا النشوط ستطوط تشتره في سوق خدار مثلا ممكن ستطوط تشتره خدار للمدة تسبوه ساكن بشهر بكتير بشهرين دولار في شهر وإذا كان هذا تقليف في جامعات في أغلبية جامعات روسيا وطبعا في بعض المشاكل عند التلاب لبنانين يدراسوا لحصابهم شخص في روسيا ان موجودة بس في نفس الوقت يعني روسيا ساما خط أمل لطولاب إستاتيو إشناغالا في نفس الوقت توجد اتات كتير من الطولاب من سوريا في روسيا فوادونا كتير سادي في سوريا مو أخسن من اللبنان بالأخس يعني خلالي بارنام إشنباتنا نحن دايمون ناكي ما تولاب يعني أغرب موجود في زجامي فيه الطلاب من اللبنان من سوريا من مصر من يمن من الراق من جزائر من أغلبية يعني دولة في شارك الأوسط أقول لي مبسوطين يعقوا إستخداد من يحب يشتغل ممكن يشتغل حتى جزء كبير من الجميعات عملين نزام تعليمي على مستفى مجستير عملين دراسة بالماسة عند الراسة بالماسة من سوريا من سويا من سويا من سويا من سويا من سويا من سويا حتى استطاع وطالب يشتغل في النهار يعني جمعات كتير عملين أيك بارنام إشخاص لطلاب لا يستطيع أن يشتغل وعمل لهم هذه المساعدات فأكيد يوجد شغل في روسيا وطلاب يستطيع أن يشتغل طبعا إذا طالب يدرس طيب أول سنوات طبعا سعب شغل بسبب يدرس كتير يعني هذا التخصص ليس سعب هنا في مشاكل ولكن أسعار في روسيا ليس كتير مرتفعة داي فينا نقول الطالب اللبناني يعاد من المتفوقين في الجامعات الروسية يعني كتير متوسطين بشكل عام متوسطين وطالع يعني في طلاب أشتر ولكن يعني ما في طلاب ضائف ما يدرسه يعني النظام طربوي في مدارس في لبنان بسمحل طلاب دراس جيد في روسيا وكمان في عندهم يعني طلاب كتير شترين يعني شعب لبناني كتير يحبو ثقافات اجنبيه يعرف كيف يحكو ما ناس في تدخل ثقافات اجنبيه كتير في لبنان اجنبيه كتير في مدارسة يعني دائما أساتيس روس في جامعات يعني طلاب من لبنان من أشتر طلاب كتير مبسطين منهم يعني ما في مشاكل من شاتر في جامعه وكمان أدرس مزبوط واتخرج بعدين يعكي أنا خريجي هزا الجامعه فإذا يرجى الطالب ضعيف اللواطن عربي ويعكي أنا خريجي هزا الجامعه تكون هزا يعني شيء ضده بريستيج جامعه بهذا السبب جامعه كوية ما تحب تاخد طلاب انتم فتحين يعني بدي ارجع بس للطالب فتحين باب كل الأختصاصات المتوفرة في موسكو صح؟ كل شيء في كتير تخصصات بس أنه كل الأختصاصات الموجودة في جامعات موسكو هي مفتوحة أمام الطلاب يعني بعض التخصصات في علاقة مع تخنولوجيات ممكن ممنون لأجاني أو لبادل دول مثلا في تاكزارية بادل تخصصات موغلقة لأجاني بسبب مثلا مسائل أمنيا أو شنزهيك أو بادل تخصصات في علاقة يعني طلاب لأجرسو بادين بكمل شغل في مسانيا حربية أو شين تخنولوجيات ممكن ممنون لأجاني بسبب شغل كتير لأجاني بسبب ممنون لأجاني بسبب من المشاركات بادين يرجى يشتغل على بريستيش تباهو على اسم تباهو يشتغل أشرة سنوات بادين نبالش يربخ مساري أو هيك يعني هذا الاستثمار لمستقبل باقي إذا حدن يحب يعني طويل طويل إذا حدن يحب يعيش حياة على الآن بفاكر ممكن بساعد لأيلا يذهب إلى التجار ليست للتجارة للتكنولوجيات تكنولوجيات متطورة ولكن تكون عنده فكرة شو ممكن هو يشتغل مثلا هذا اختصاص التكنولوجيا إذا فينا نقول بروسيا مطلوبة مطلوبة والاختصاص أو التعليم على قدر لاهمية أم هناك دول أقوى في هذا يعني من يشتغل وطور شركة مايكروسوف في روسيا أو في أمريكا قباراء روس من روسيا من رجان مش لجانب سافر آمل فيه ونفسي شأن في غوغل مين يفوز مصابقات غوغل أو مصابقات في بارمجين دولية تو لاب من جمياتر روسيا مين آمل تيوليزيون واء تيوليزيون بيشاك الام زوريكين مين آمل راديو مين روسيا مين آمل لام مين آمل محارك من أول جراحية على كلب مفتوخ من أول جراحية على ويون من أول دولة كانت أول دولة كانت أول دولة هي كانت أمبراطرية روسية فإنجازات المية في جميع التجاهات فأدت من الأولماء روسيا يشتغل في دولة غربية أدت كثير جدا الآن روسيا تحاول تعمل مشاريع كمان مفيدة للطلاب عشان ما بيطلعوا يشتغلوا خارج الروسية يشتغلوا في روسيا في مؤسسات روسية هذا المهم يمكن للطالب عندما ينهي دراسته أن يعمل في موسكو الذي حصل على المنحة أكيد هذا المسموخ والطالب يستطيع يكمل شغل في روسيا بجميع التجاهات من فرنسون ويشتغل في روسيا ويقال بالطلاب مؤسسات روسية مع شهادة مزدوجة يعني طالب ممكن يدرس سانة في روسيا سانة في فرنسا واندل تخارج باخد شهادتين الفرنسية وروسية فرنسية وروسية هيدا تعاون روسي فرنسي تعاون بين الجميعات مثلا جامعة لبنانية فاتحت مع جامعة ساداكة بين الشوفة روسية في موسكو عملت برنامج مجستير مشترك في علاقات دولية تخصص يعني علاقات روسية مع شركة ويعني في روسيا يدرس طلاب روس وفي لبنان أول سانة طلاب لبنانين أول سانة يدرسوا في لبنان بعدين بدلوا فبادة سنتين طلاب حيخسل شهادتين شهادت من جامعة لبنانية وشهادت من جامعة ساداكة بين الشوفة روسية ففي جامعة ساداكة بين الشوفة روسية فقط في كلية الأداب خوالي أربعين برامج وشهادات مزدوج مع جامعة الأجنبية فأزل التجاة تطوير على جامعة أزل مفيد مثلا إذا كليت سياحة مفيد تكون عندك لكات مع سويسرا لأن تكون في سياحة إذا عندكم ديزاين مفيد تكون تفقية تعاون وليس ومفيد تكون مثلاً ومفيد تكون مع المفيد تكون في رامحانات مصرحة إذا في فزيسيا مهم كمان تشارك مصرحة المعصرحة حتى حلالي. لا تدخل الخلافات السياسية في هذا الاطار. حتى حلالي حرب البارد بين روسيا وامريكا. يعني كانت برامج لرواض الفضاء مشتركة. على فكرة. بس بهيدا العهد الامريكي السابق يعني بعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب. لو بديفوت على السياسية شوي. بس صار في خلافات كتير على حيال التطور الاقتصادي لبعض الدول بين امريكا والصين مثلا. بس هذا الموضوع بعيدا عن السياسية. يعني كانت برنامج كانت هذا البرنامج موجودة. يعني حتى روسيا حزل سانة يختفل كم سانة مرور ستين سانة على ريخ لأول رايد الفضاء في العالم يوري غагارين. يعني طلاب في لبنان ممكن ما يعرفه عشان أول رايد الفضاء في العالم كانت يوري غагارين. وحتى أول كمرسناء كانت روسيا. أول حيوانات كانت أقلاب بلك وسترل كمان راحو إلى فضاء كانت من روسيا. أول رايد الفضاء يعني هو كانت بطلا من من الماركب إلى فضاء مفتوحة كانت روسيا. أول نساء لسافرة إلى فضاء ولينتينا ترشكوه هي كمان روسيا وهي كانت رئيسة في وكالية تبادنا. هي كانت ترأس في المادة مراكس كمان روسيا في العالم. فروسيا كثير متطورة في التخنولوجيات وفي محطة فضائية دولية يعني كل رواد الفضاء يشتغل فيها لازم يدرس اللغة روسيا. يعني يحكو بلغة روسيا و بلغة انجليزية في نفس الوقت. فهذا يعني مستوى يحكو بلغة انجليزية في روسيا. فهذا يعني يحكو بلغة انجليزية في العالم في أحسن جميات روسيا على حساب حكومة روسيا. وناحنا دائما نساء لطلاب في تجيل يعني موازفة عندنا مسؤولة لازل شغل. يعني يحكو بصاب عندنا مفتوحة وطلاب التاسل. إذا حدن عندهم مشاكل في تجيل على موك الإلكتروني نحن دائما نساء. نحن نعمل مكابلات مع طلاب في المعضة. كنا نعمل أيا مفتوحة في مركز الآن. نعمل شيء على زوم مكابلات مع طلاب من الأغزاب أو من المدارس معينة. نعمل كل شيء نخده انلائن. حتى كل طلاب تفرجوا على نظام نظام مفتوحة وواضحة للجميع. عشان وأنا يعني أرجوكم يا طلاب وشباب والصباية إذا عندكم معدلات جيدة في مدارس يعني ممكن جاربوا تشاركوا في مسابقة اكتيار آآ طلاب تنافسي. فأكيد إذا عندهم معدلات جيدة على. مشايد. يعني من قللون أن المهلة تنذكرون هي لعشرين شباط. لعشرين شباط وأهام الشيء ما تطفل لحد المساري لأي مكاتب. يعني تستطيع عبر المركز الصباح الروسي بعيدا عن أي مكاتب. يمكن تكون مكاتب هي مكاتب وهمية وتبغربوح. نعم مكاتب يعني تحاوي باحت مساري على التسجيل. نعم. مساد التسجيل وتسجيل مجاني. فليش تسرف مساري الآن ووقت الصعب وكساديا. إذا عندكم مشاكل في تسجيل تحكم معنا تسألو أصلا على قم الفيسبوك و миллионом. Иفهد أقص على بيوصاحHHHH. 끝� ياجم لعمري. نحن نحوه نكون thirty من المخوبة عن جديد المواة التي تتبلغين بنزدー وترغبت لجمعهات روسيانية يوجد لجمعهات سابخة سابخة لبانيس نحن نحو مناد من العثور لمبنية كما حدث يأتي الأسبوع مني يوجد كثيرا ويوجدنا كل اخبار يعني ستازين راشفور ليبانيس كتير صغلة يعني لازم تعجلوا شوية في موضوع عشان عندكم وقت للتسجيل يعني شوية أكتر من 20 يوم ممكن نحن نضيف شين 10 أيام بعدين لا عرف إذن كتب بوافق من الحكومة ولكن لازم تعجلوا في موضوع فطبعا على تخصصات غير طبية منافسة كتير فتختاروا تخصص منطقي أهم شيء وفقصوا إلى عمل يعني في أيلات بفكروا لازم يدرس طيب وممكن لا يحبوا الدم ممكن لا يحبوا المرضى عشان أيلة يدرس طيب وفيد الاختصاص اللي بيوت بينجح فيه ما الذي يطمح إليه الأهل لأنه يمكن ما ينجح بهذا الاختصاص ينجح بالاختصاص الذي يرغب آه يرغب هو شيء يحب نعم ويكون ناجح ويكون حياة جميلة عندهم يعني لازم يفكروا في التخصص المختلفة ويعني ألم صارت كتير مواحدة وتستطيعوا وتعيش في لبنان تشتغلوا آآ أنباءات في شركة أجنبية أو روسية يعني في صارت كتير يعني في اليوم طيب لو بدي أنهي معك بي سؤال يعني اليوم اللي بيحس أنه في خطر آآ وباء كورونا بروسية أكثر من لبنان آآ بتقول له أنه ممكن أول ما يوصل على موسكو يعني أصلكم يخط القفيف يا روسي لأن الجانب صارت فيحض الأكثر في روسيا نام عندنا ثلثة على shifting موجودة يعني مراحلها وفي كان مرابدة كان جائح السكر بالبحث يعني أخطيت يعني روسيا يحتوف على مساوات أف week's nation روسيا الي قد أولND الفاقسيون في العالم فاوكسين عندنا موجود فأبدأت الفكسين لكل روسياني. لا وكل من يدخل على الارض الروسية يجب أن يأخذ الفكسين؟ لا. من يحب أن يأخذ الفكسين ممكن يأخذ. هذا ليس الزامة لروسيا. بعض الناس لا يحب أن يأخذ الفكسين. لا يأخذ الفكسين. اكتبتا انتنا خرييا من خيب في عمل المعنى يجب على عمل المعنى بس طبان إذا طالب يحب ممكن عمل المعنى في رسيا وممكن اختار وخصين هو يحب يعني في واحد وخصين هي شويت اكواه ممكن هي دمان نتيجة سنتين في وخصين بدم نتيجة سنتين سيد شهور أو تماني شهور بس هي أخاف بنسبل صحة يعني ما فيها خطورة مدى أخير وغازال السنتين ممكن هي شويت يعني أطاف شويت لإنسان ولكن يعني كانت عملية تجربة على الناس يعني بالمقارنة ماهو وقصين تاني يعني نحن ما بيدي أخي هذا الاسم وقصين ولكن بعض الوقصين معاملين تجربة على إنسان على البشر ففي روسيا معاملة طبعا تجربة على الناس وصارت الآن سياسة يعني فيه مصابقة في واقصين صارت صارت مصابقة في واقصين مصابقة في ممكن فايدة من واقصين فهذا صارت ألعب سياسية ألعب سياسية تخص منظمة الصحة العالمية نعم مثلا وقصين طبعا روسيا هي ما تحتاج يعني برودة سابعين تحتاج سابعين تحتاج فريزر أنا شخصيا لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع برودة نعم نعم أنه منظمة الصحة العالمية برودة نعم 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 يبدو أنه سنعجب بردد من مجال وأنه يستطيع أن يتعب فيه الناس وإذا كنت تدع بأنه يستطيع أن يكون لهذا المستوى نكتران في مستقبل أهلات لبيب ولكن لازم تلاب برشحين لمن يفكروا عن التخصص جيدا ففي تخصصات كتير فإذا هذا مثلا نحب يدرس بيولوجيا يعني شيء قريب للطيب ومعادل أنه شوية تكال وممكن لا يحصل أكيد منها ولكنه ممكن يفكر في شيء تاني ممكن يفكر في بيوتهنولوجيا ويشتغل في بادين مختبر كمان شوية كتير جيد ويشتغل مع شركات بعمل وعدوية يعني في كتير فورس عمل يعني في مادة في روسيا في تسينات كانت فاترين تكالية من النيزام سويت النيزام روسيا فدرالية وكانت صارت كتير مش متلوبة مشغورة تخصص حقوق وإقتصاد صارت كل جامعة في هذا البرنامج صارت كتير خارجين من هذا التخصص وصارت سوك مليان الآن مثل انطالب خارجي من الكلية وكوك ممكن بدور على شغل كتير في روسيا ممكن دخل شغل شين بـ 500 دولار ما هو بفكره جيدا هذا المستقبل لهم هذا المهم لازم بفكره صح بالاختصاص بالاختصاص مزبوط وفي الجامعة مزبوط يعني في موسكو ما هو أسعر شين شوية أكبر من المدن تاني فما هو مبلغ طالب يحتاج لنفقات شخصية يعني في موسكو ممكن 350 دولار شين ذهيك في مناتق تاني بداية من 150 دولار في شغر هذا المصارف شخصية لا للطالب فأظنوا هذا المبلغ ليس كبير بتحب تضيف شيء تحكي عن شيء لا تقريبا نحن كنل نناكش كل معلمات يعني الطلاب مختمين في موضوع ممكن تفوت عندنا على صفحة سادي نراشفور ليبانيس مكتوب كل شيء معلمات عن الأوراق الدفية عن الفاترة على ويب سايت رقم تليفون موجود للموساعدة بس ممكن بادة تامانيت في براير نحن نفتخ مركز لزيارة ممكن بفوت عندنا يسألو كما نحن نساعد فأطماننا لجميل طلاب بنجاة في لبنان فكمان أطمان نجاة لطلاب يدو رشح عندنا على منا نحن نحب نحن 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 نقوية من المنطقة عشان تكون منافسة عادلة مفتوحة نحن نحب نعمل يعني اختيار نفسي حتى online على فيسبوك حتى كلناس يتفرجوا كيف لجنا يختار طلاب بعدين قرارنا عشان لا نعمل عشان فيها مؤلمات شخصية ازال الابليكيشن بين اسم فمصلا بريد الكتروني ممكن تلفون فما بدنا حدا بشوف هزال اليوم حتى التعليم بموسكو في حال يعني الطلاب اللي راح يحصلوا على المنح نعم تقريبا من هلأ لأذار بتتوضح الصورة معكم بشهر ثلاثة صحيح نشوف يعني الان طلاب لا يستطيعوا يسافروا على روسي لدراسة كل ويدرس اونلاين يعني يمكن ان يبقى في لبنان يحصل على المنحة ويدرس اونلاين اونلا بدا ان يحدث لو كانتıllانة برسيان تقريبا من الواجفة لأة درسيان تقريبا من الواجفة نعم اسم نعم لو كانت جمزة تقريبا من الواجفة اونلاين يمكن ان يبقى من الواجفة بشكل مكتبا من الواجفة ومewاننا يتقاض نحن في ماركس تكافية روسي لو كانت رسيان، لو كانت تغزيان برنامج مشترك بين مركز تكايفي روسيا وجامعة شمالكوكاسة الفيدرالية الروسية وطالب يدرس عندنا 8 أشهر بعدين يخصل شهادة جميعا شهادة من الجامعة شمالكوكاسة الفيدرالية ويستطيع يكمل دراس بلغة روسيا فهي يعني هذا برنامج طبعا مدفوع يعني تالب لازم يتفا لجاميا يعني كولوا تقليفت برنامج ألف وخمسيني دولار فا دراسة خمسة تايم في الظبوة سيطسات في اليوم أروا تايم دراسة انبوءت ويوم في الظبوة دراسة في مركز تكايفي روسيا خودوريا أنا بسراحة لاو حبود دراسة لغا انبوءت يعني أخسن إذا كون يوم خودوري حتى يفهم تالب أخسن شمالك يعمل فا إذا حدنا نوخيب يدروس كمان فيان يساة جلو عندنا فا عندنا طلاب أدراسون من شهر 17 تقريبا في مركز وبالي شو يتكلموا بلغة روسيا الآن يعني سارات برنامج كتير ناجي هذا أول تجربة هذا السنة فإذا حدنا نحب يدروس كمان في لبنان وممكن من ناحية اكتصادية هذا الأرخص لأنه لا يوجد تذكر تيران لا يوجد مصارف دافية أو يعيش في البيت يدروس نبوت ويجي عندنا للمركز وممكن يدروس ولكن هذا الموضوع الثاني بعيد من المناخ هذا الدراسة مدفوة مدفوة مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت فاديم زايتشوكوف شكرا لحضورك ويعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا فأتمنى لجميل طلاف جميل لبنانين بنجاح فتيجو تتشارف عندنا في مركز الثقافي الروسي وأتكرى كل أخبار عن المناخ والدراسة الموكا على صفحة مركز الثقافي الروسي في بيروت على فيسبوك سادين راشفون لبانيس وأشكرا جزيلا على خورية الله أهلا وسهلا لأيض الفرصة مهم بالنسبة لي كل شباب والصبايا يعرفوا عن الممكنيات التقديم المناخ لروسيا شكرا لألك مرة جديدة ويعطيكم ألف عافية على ما تقدمونه لطلاب اللبنانيين من حكومة روسية ومركز الثقافي روسي والسفارة الروسية في بيروت مستمعين إلى هنا ينتهي برنامج بلا فواصل في هذه الحلقة الخاصة شكرا للمتابعة وشكرا للزميلة أميرة عامتنهادي عبر الإخراج الإذاعي كانت معكم هي تفدها في العداد والتقديم بلا فواصل الخميس المقبل الضلء بخير شكرا للمتابعة وشكرا 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 للم